السلام عليكم في هذا الفيديو لا تكلم مع الرجال دون ان تتكرava مع الشباب ولكن nationally سي או سنوشize سنوشهاneh سنوشها 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 سواها الام ديالي ودين وجهه للزوجة ديالي ودين وجهه الخالتي وعمتي وبنت خالتي وبنت عمتي واختي في الاسلام علاش لاننا احنا كاملين كاملين ولاد امنا حواء وكين تختلف التقالية تختلف العصور وكل انسان يأتي من سلم ولكن الاصل هو انك يختي وغادي نقول لك في هاد الفيديو ما تشوفينيش كنتكلم معك كأنني عندي الحيوب وغايت نفرض عليك كلامي اللق ما تشوفينيش هاقة انا ما كان فرضش كلامي ونتكلم مع اختي شكلها تفتح لي قلبها ونتكلم معها ونقول لي ذاك شي اللي بغيت نوصل يلي اسمك هاد الفيديو بغيت يتسل في التعاليق صلى على رسول الله اكتبي اللهم وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اختي رمضان هذا شهر التوبة شهر غفران فهذا رمضان بغيت اختي ترجع لعند الله تبارك وتعالى بغيت اختي توب الى الله عز وجل طيب غدا تجي و تقول لي انا ما كندير والو انا ما قلت لك كديري لا احنا كنا خاصنا نتوب الله عجباتك هذه زوينة اخلي عندك احنا كنا خاصنا نتوب الله احنا كنا خاصنا نرجع الله عز وجل وكين كلامي من خوك وكينوزجه لك انتي اختي انتي ذك البنت اللي كتخرجي من الدار طرق الشعر ديالك فهذا رمضان كتخرجي من الدار وانتي لابسه المزيّع في هات الشهر الكاري وصايمة ودوقي كلامي وصايمة انتي خارجه من الدار وانتي صايمة ولابسه المزيّع وانتي صايمة واقفين واحد الشباب في الحومة عندك في الدار احدى الدار في الشارع وانتي لازم احدهم صايمة ولابسه المزيّع هاتك صيام ديالك اختي واش كينطابق مع الليباس ديالك صيام اللي انتي صايمة رمصايماش لشي واحد رمصايم الله تبارك وتعالى وصايمة فات الشهر بشر ربي دخلنا الجنة كاملين يا ربي دخلنا الجنة قلوا امين انتي صايمة وضاربة تامارة وغادة الخدمة اختي اللي سهلة لك اللي يديك على خير ويجيبك على خير اللهم ديالخدمة سهلة ورجع غاني ما يا ربي واش نابسه المزيّع وغادة كالتميلي قدام الشباب واتصوري معي كل واحد شاف فيك خسرت يا ليس هاتقل يا حرية شخصية حرية شخصية احنا ما غادش احنا ما غادش نخسر لك اختي لك الشي اللي يبغي اللي لك تديري لا انا كنتكلم مع اختي انا كنتحاور مع اختي بغادت نوصل لك فكرة عندي لداخل نوصلها لأختي انا ما اقول لك لا ديري درتك لا لبسي جلابتك لا تستري لا والو انا ماشي سوقي انا ماشي شغلي انا غير خوكي تكلم معك كاختي كتسمعي لي انا ماشي واش كتصلي انتي اللي كتسمعي لهاد الفيديو هذا واش كتصلي اتقولي يا اخو يا احمد انا كنتصلي انا نسولك سؤال اختي واش كتصلي بالدرة ولا بلا درة اتقولي لا طبعا كنصلي بالدرة ديالي انا نقول لك اختي لماذا كتصلي بالدرة اتقولي اختي نصلي بالدرة لانني امام الله تبارك وتعالى وخاصني نكون قريبة من الله عز وجل وخاصني نكون كنسجود الله تبارك وتعالى طيب الله يرحم لك الوليدي جاوبتي جواب الصحيح اذا انتي كتصلي بالدرة اختي وكتصلي بالجلابة وبالطويل وجدك ما كيبانوش في الصالة وأنا عارف البيس اللي كيتباع دي الصالة اللهم مبارك لأن مني كتصلي وانتي كتعري شعرك وكتلب صيلة مزير والله يتفقى لبك الخير غير خاصة كشبه الإرشاد ديره الراسك أن الصالة الصالة هي الصيلة جمع ديال ديال الصالة المفرد ديالها هو الصيلة بين العبد وربي هي الصيلة بين الله تبارك وتعالى والإنسان هذه الصالة اللي كتصلي انتي مني كتسجدي كتقول يا ربي تغفر لي ويا ربي ترحمني المغفرة اللي كنتطلبها من الله عز وجل خاصة تنطعب يقولي أصل وهو السيتر مني كتصلي أختي كتصلي بالدرة ديالك السؤال يترحي أختي على رأسك على نبسك برا علاش كتحدي الدرة وانتي خارجة للزنقة علاش كتلبسي المزير وانتي خارجة للزنقة مع العلم أنك كتصلي في الدار بليباس مستور علاش هذا هو السؤال اللي بغي تجاوبي علاش انتي كتصلي بالدرة وباللباس مستور وكتخرج للزنقة باللباس مفضوح النبي صلى الله عليه وسلم يقول نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا رحا فين غادة أختي ما تكونيش من دوك النساء الكاسيات العاريات ما تكونيش من المائلات لمميلات لا ما تكون واحد الإنسان اللي مأمر بي الله تبارك وتعالى في القرآن تكوني كتشبتي بأمنا عائشة رضي الله عنها بخديجة رضي الله عنها بحفصة رضي الله عنها بأم سلامة رضي الله عنها بالصحابيات تشبتي بالأم ذيالك تشبتي بجدك كيفش كانت كتلبس باللباس المستور سمح لي يا أختي تكلمت معك وتحية طيبة لك سلامة رضي الله عنها